نتستكمل الحديث عن شروط اكتساب صفة التاجر فذكرنا من شروط اكتساب صفة التاجر واحد احتراف القيام بالعمليات التجارية اثنين الاستقلالية في ممارسة العمل التجاري الشرط الثالث وهو التمتع بالاهلية التجارية وسوف نتحدث من خلال هذا الشرط عن تعريف الاهلية وانواع الاهلية واهلية الراشد واهلية القاصر واهلية المرأة واهلية الاجنبي في ممارسة مهنة التجارة فنبدأ ما هو تعريف الاهلية الاهلية في اللغة هي القدرة او الصلاحية وفي الاستلاح فقهاء القانون هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات والاهلية تنقسم الى نوعين اهلية وجوب واهلية اداء تعريف اهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق اي لان يكتسب الحقوق فقط وهذه الاهلية تثبت للشخص منذ الولادة وقبل سن السابع من عمره فهذا الشخص لا يكون اهلا الاكتساب الحقوق فقط ولا يكون اهلا للتحمل بالالتزامات فيجوز ان تهب لمثل هذا الشخص في هذا السن ويجوز ان تورسه ويجوز ان توصي له ويجوز ان تعطيه اعطية لكن من الناحية المقابلة لا يجوز ان تتبرع بماله ولا يجوز ان توصي بماله بأي شكل من الاشكال النوع الثاني من انواع الاهلية وهي اهلية الاداء واهلية الاداء هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وهذه الاهلية تثبت للشخص منذ بلوغه سن الرجد وهي 18 عاما دون ان يعتريه عارض او مانع من موانع الاهلية وموانع الاهلية وعارض الاهلية هي الجنون والعته والسفه والغفلة ودعونا نتحدث عن اهلية الراشد واهلية القاصر فاهلية الراشد الشخص الراشد هو الذي بلغ سن الرجد وهو في المملكة 18 عاما دون ان يعتريه عارض او مانع من موانع الاهلية وكما ذكرنا سابقا موانع الاهلية او عارض الاهلية هي الجنون والعته والسفه والغفلة فاذا بلغ الشخص هذا السن معافى من كل هذه الامراض والافات يكون اهلا لممارسة التجارة ولا يحد من اهليته شيئا في ممارسة اي نوع من انواع التجارة في اي اقليم من اقاليم المملكة سواء كان داخل المملكة او خارج المملكة اما النوع الثاني او القسم الثاني وهي اهلية القاصر والشخص القاصر يمر في حياته باكثر من مرحلة فهناك الصبي غير المميز والصبي المميز الصبي غير المميز وهو الصبي منذ الولادة وقبل سن السابعة من عمره وهذا الشخص لا يجوز له ان يمارس التجارة باي حال من الاحوال لان هذا الشخص ليس لديه الا اهلية وجوب فقط ولا يجوز ان تكون له اهلية اداء فلا يجوز له ممارسة التجارة اما المرحلة الثانية التي يمر بها القاصر فهي مرحلة ما بعد سن السابعة وقبل سن السامنة عشر من عمره فهذا الشخص يمكن ان يمارس التجارة ولكن بازن من وليه فمن هو وليه الاولياء هم العصبات كما نص عليهم في كتاب المواريس وهم الاب والجد والاخ الشقيق والاخ لاب والعم سواء كان عم شقيق او عم لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والابن بالنسبة للموراة فهؤلاء هم اولياء الشخص فاذا اراد الشخص القاصر الذي لم يبلغ بعد سن السامنة عشر من عمره لابد ان يأذن له وليه في ممارسة التجارة ولكن ماذا لو نعدم اقارب الشخص من جميع الاشخاص الذين تم ذكرهم هنا يكون السلطان وليا ولي من لا ولي له السلطان وهو جلالة الملك او من ينيبه عنه وهو القاضي فيكون الازن الصادر للقاصر في ممارسة التجارة يصدر له من جلالة الملك شخصيا او من من ينيبه عنه وهو القاضي واهلية القاصر في ممارسة التجارة تدور مع الازن الصادر له وجودا وعدما فإذا كان الإذن الصادر للقاصر يجعل له يعطيه الحق في أن يمارس التجارة في أي نوع من أنواع التجارة فيكون أهلا في ممارسة أي نوع من أنواع التجارة أما إذا حدد له نوعا معين من التجارة فلا يكون أهلا إلا لممارسة هذا النوع فقط دون غيره وإذا حدد له إقليم معين يمارس فيه التجارة فلا يكون أهلا إلا لممارسة التجارة في الحدود المكانية والزمنية والنوعية التي حددها له وليه واستكمالا لهذه الفائدة نريد أن نعرج على أهلية المرأة في ممارسة التجارة فهل يوجد فرق ما بين أهلية الرجل وأهلية المرأة في ممارسة التجارة كأن تكون المرأة تحتاج إلى أخذ إذن زوجها أو أخذ إذن أبيها وأخيها عندما تريد أن تمارس التجارة في الحقيقة ليس هناك فرق ما بين أهلية المرأة وأهلية الرجل في ممارسة التجارة ما دامت المرأة قد بلغت سن السامنة عشر من عمرها دون أن يعتريها عارض أو مانع من ممارسة الآلية فيجوز لها ممارسة التجارة أما بالنسبة للأجنبي إذا أراد أي شخص أجنبي ممارسة التجارة على أرض المملكة فإذا كان قانون الأحوال الشخصية له يختلف عن قانون الأحوال الشخصية أو الأحكام المعمول بها في المملكة فيجب عليه الالتزام بقانون الأحوال الشخصية في المملكة فعلى سبيل المثال سن الرجل في جمهورية مصر العربية 21 عاما في حين أن سن الرجد في المملكة هو 18 عاما فإذا أراد شخص مصري ممارسة التجارة على أرض المملكة فعليه أن يلتزم بسن الرجد الذي حدده قانون الأحوال الشخصية السعودي وهو 18 عاما ولا علاقة له بقانون أحواله الشخصية الخاص به